إحنا بننقل عن الأوروبيين والغربيين طبعا الأفروسنتريكس بيكتبوا طبعا النظريات بتاعتهم لكن إحنا كمصريين عندنا طبعا نشر علمي عندنا علماء أثار وعلمات أثار هيلين زي الدكتورة فايزا هيكل الدكتورة عولا العجيزي والدكتورة أحمد يعني عندنا ولكن المنتج المعرفي اللي يقدر يقرأ رجل الشارع غير موجود فدعم خلي إنه فيه صور الصور ده مش بس هو صور ما بنحاولين الموقع الأثري فرجل الشارع مش قادر يدخل الموقع بسبب إنه ممكن تذكارة ممكن تكون غالية عليه لكن فيه صور وحاجز معرفي بين رجل الشارع ومصر الأديم يعني كيف نهدم هذا الصور؟ بالنشر العلمي وبالكتب بشكل لازم يبقى فيه نهضة حقيقية في كتابة التاريخ المصري بكل مرحله المختلفة فالرجل الشارع يقدر يبقى عير فيها حتش بسودي عملت إيه طب دي ودت ناس رجالتها في بحر الأحمر لبلاد بونت وعملت وجبت أثرت ست وجدت هنا طب تحوط مستلد عمل إيه؟ طب أحمس عمل إيه وإيه؟ مين الهكسوس ده؟ يعني لو كان الأمر بيد حضرتك تعملي إيه؟ يعني عن طريق إيه ممكن يعني نشيع هذا الفهم؟ إنه يبقى أنا لو أنا الأمر بيدي إن أنا هعمل منح للباحثين المصريين في الجامعات الأكاديمية لنشر علمي عن مصر القديمة باللغة العربية في كتب تنشر بتكلفة زهيدة جداً أو حتى محتوى الإنترنت ماذا عن الكتب المدرسية مثلا؟ وطبعاً تفعيل ده في الكتب المدرسية حين بترجع الكتب المدرسية اللي بتتسلم عن تاريخ المصري؟ شفتها الحقيقة لسه ليست على المستوى التي يجب يجب أن يكون فيه وغير كمان إنه هاحكي لحضرتك مثال أنا كنت وأنا بعمل البوست دكتوراه أنا عملت البوست دكتوراه بتحتي في جامعة هومبولت في برلين كنت بشتغل على القورنا اللي هي البر الغربي في الأقصر فكت من جزء الشغل اللي أنا بعملها بعمل ورش عمل في مدرسة حسن فتحي فدول مدرسة إعدادة وأنا في ورشة العمل بجيب للولادوار أبيض وألوان ارسموا التراث اللي حواليكم فأنا متخيلة هيرسموا معبد الرماسيوم مدينة حيبو وادي الملوك التلاتة رأسها مطلطة أهرامات أهرامات فلما سألتهم أنتوا ما بتروحوش الموقع اللي أنتوا سكنين عليه يعني الناس دي سكنة جنب قالوا لي لا إحنا فاكرين مواقع دي للخواجات ما نعرفش الأماكن دي إحنا كمصريين نعرف نزورها مسؤولية مين يا دكتورة دي؟ دي مسؤولية مشتركة بين التعليم وبين الأثار أنا اللي نفسي إن هي تكون الهيئة العليا للتراث المصري لازم يبقى كل طالب متفاعل مع التراث بتاعه التعليم؟ يعني هيك تقولي التعليم و والأثار والأثار هل ممكن ندخل الثقافة والإعلام؟ وزارة الثقافة والإعلام طبعا وكمان هيئة البحث العلمي إحنا مثلا لازم يكون هيئة البحث العلمي النهاردة أنا الجامعات الأجنبية ليه بتنشر؟ لأنه يبقى عندهم منح داخلية في الجامعات يقدروا أنه يعملوا بيها بعثات في مصر فينشروا معلومات عن موقع أثاري إحنا محتاجين كمان من هيئة البحث العلمي أنه يكون عندي منح للجامعات المصرية زي جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وجامعة المنصورة أنه يقدموا على منح أنه يكون عندهم بعثات فيكون عندهم كمان نشر علمي ويبقى جزء شرطي في البعثة دي أنه يتم نشر علمي باللغة العربية المصرية